حضرتك النهاردة الحقيقة يوم عظيم في تاريخ مصر مشهد ديمقراطي احنا طبعا شفنا ملحمة الحقيقة كانت عظيمة جدا نسبة للمصريين في الخارج والنهاردة الداخل هتكون البداية ان شاء الله يعني بعد اقل من ساعة وهتبدأ سنظيق الاقتراع ان هي تفتح ابوابها وبالتالي هيبدأ توافد المصريين عايزة يعني قراءة حضرتك لهذا المشهد المهم جدا فيه فترة مهمة وحاسمة ايضا في تاريخ مصر شوف انا عايزة اقول لحضرتك خلينا اول نقول المجتمعات المتقدمة او الدول المتقدمة بتتعرف من ايه بتتعرف اولا من الصناعة اللي موجودة عندها والانتاج تاني حاجة مشاركة المواطن في صنع القرار الخاص بالدولة احنا عندنا يعني احنا امس لسا محتفلين بمئة سنة على الاستحقاقات الخاصة بمصر في سنة 24 ايه 24 الخاصة بدستور 23 احنا الاستحقاقات بتاعتنا اعتقد ان احنا دلوقتي زي ما حضرتك قلت في المقدمة احنا في عرص انتخابي احنا دلوقتي في يعني مشاركة سياسية اه نقدر لو احنا سمينا او حطينا عنوان اللي بيحصل هنقول مشاركة مجتمعية من كاف طواقف الشعب عندنا من السيدات من الشباب وقاصة الشباب وعايز اقول لحضرتك ان يعني العالم والمجتمع الدولي مهتم بانتخابات مصر 24 يعني فيه مركز من المراكز الفكري اللي في الولايات المتحدة الامريكية مركز راندي وده مركز كبير جدا بيعمل دراسات في الشرق الاوسط والمجتمعات العربية بيقول ان نسبة الشباب اللي هتشارك والنهاردة بعد اقل من ساعة هنشوفها نسبة الشباب هتوصل ليه اكتر من 85% نزول للشباب والمشاركة في هذه الانتخابات اذا انا عندي مشاركة يعني او عايز اقول لحضرتك ان احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها ديات لو حطينا اكتر عنوان تفصيلي هنقول انتخابات الوحدة الوطنية علشان كلمة حضرتك انت قلتيها في المقدمة لهيبة ومكانة الرئيس اللي حننتخبه لو حضرتك احنا شفنا المشاكل اللي موجودة عندنا في الدول الجوار لبنان وليبيا ليه حضرتك الاتفاقيات الدولية ما بتعقدش مع هذه الدول لان حضرتك وستاذ رهيان ما فيش كينونة ما فيش شخص ما فيش مكانة وهيبة لهذه الدول هذا الشخص اللي بتعامل معه دوليا في المجتمع الدولي اعتقد المشاركة السياسية من كافة التواقف ومن كافة الوحدات الوطنية اللي موجودة عندنا في جمهورية مصر العربية واعتقد ان الخارج حس بيها اعتقد جاية من اختيار كائن لهذه الدولة هذا الكائن يتعامل مع الصدمات الخارجية مع التحديات التخلية ومع التنمية المستدامة اللي حضرتك لسه بتقول عليها وتفاعل رؤية مصر 20-30 احنا محتاجين كلنا في الخارج وفي الداخل ان احنا ننزل ونشارك علشان يكون عندنا شخص هذا الشخص قادر على التفاوض على ادارة الصراعات على ادارة الازمات على القدرة على حل التحديات الداخلية سواء اذا كانت تحديات اقتصادية سواء اذا كانت تحديات سياسية اجتماعية فقافية بيعاني منها المجتمع المصري وايضا استكمال للتنمية اللي احنا بدأناها اشتركوا في القناة